بتقاعد الأنبار يا ابنية قال إذا ما تذبين هدومك ما نطيك الراتب أنا صرخت يا رئيس الوزراء وبعد بس أبوس إيدك وهم إذا أتريد أبوس إيدك بنقتلك روح إلى مؤسسة الشهداء بالأنبار وإلى التقاعد واجمع المواطنين وتوسلت بيك تراجيتك لأنه اللي داي يصير هناك ظلم داي يصير هناك ظلم شكثر من هذا يا دولة الرئيس أخلي رئيس المؤسسة والبنية الساوموها على عرضها يحكوا إياها بالتليفون والمحادثة موجودة وتطي أسماء المتحرشين وأسماء المتحرشين قرابوا واحدة من الزعامات الشبيرة زياني شلون بله يعني كل إحنا حتى تمشون شغلتنا مصارت مصارت صارت ما تنقبل يا دولة الرئيس والله ممعابي يكتب بتاريخك هذا ذن يظلن عمي بعد خمسين سنة يطلعون هنا يقول شانك ومذيعهم سودان بقناة التغيير اسمه نجم الرباعي الليالك اللي يهوس الليالك اللي يتوسل يقول لك شو وما سمعه يظلن ذن يا بمصطفى دولة الرئيس مرة أخرى أقول لك روح المؤسسة للشهداء والتقاعد الأنبار وخلي السيد الرئيس هناك المدير الفرع هناك يسمعك تسجيل بتقاعد الأنبار يا ابنية قال إذا ما تذبين هدومك ما نطيك الراتب أبو الولياد هذا الحاج صدق له الشذيب الرئيس موجود ذا يريد فهد الراشد موجود وسماع المكالمة والمكالمة عدة وعدك والابنية موجودة وطلعتوها من طورة طلعتوها من طورة كافي 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 أعرف التبش يقول ما عدك مجال لكن اللي داي يصير بعراض العالم ودي يصير بالناس والله ما سوى فرعون قسمت بالكابل فرعون ما سوى